حمزة حدثنا عن آخر مستجدات المواجهات في المناطق الشرقية من المدينة نعم موجيه معارك عنيفة تشهدها جبهات القتال في مختلف الجهات في مدينة تعز الغربية والشرقية اليوم صباحاً تمكنت قوات الجيش الوطني من تحقيق انتصار جديد عبر إطلاق عمليتها العسكرية الواسعة في الجهة الشرقية والتي أسمتها بعملية الأعواش تسمية للقائد كتيبة المدفعيات في اللواء 170 دفاع جوي والتي استشهد بالأمس أثناء اقتحام أثناء تحرير القصر الجمهوري في المدينة العملية العسكرية التي انطلقت في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم تمكنت من إحراز تقدم وتحرير العديد من المباني التي كانت تسيطر عليها قناصات تابعة لعناصر الميليشيات وكما أفاد لنا رئيس عمليات اللواء 170 دفاع جوي العقيد معاد الياسري أن قوات الجيش تمكنت من تحرير هذه المباني بشكل كامل فيما لازالت قثث الميليشيات الانقلابية في هذه المباني هذه المباني كانت تشكل عائقاً أمام تقدم قوات الجيش الوطني في محيط معسكر الأمن المركزي كما كانت تعتليها قناصات يقومون بحماية عناصر الميليشيات الانقلابية التي تقوم بقنص المواطنين وتقصف الأحياء السكرية من داخل معسكر الأمن المركزي أيضاً في إطار العمليات العسكرية الواسعة التي تقوم بها قوات الجيش الوطني هنا في ألجها الشرقية من مدينة تعز فالتحرير مبنى القصر الجمهوري يعد من أهم الانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني خلال المعارك التي دارت الأمس بين قوات الجيش الوطني وعناصر الميليشيات الانقلابية مبنى القصر الجمهوري تم تحريره بالكامل ويبلغ مساحة هذا القصر ما يزيد عن 2 كيلو متر أيضاً الميليشيات الانقلابية تحاول استعادة هذه المواقع التي تم تحريرها من قضتها عبر قصفها العنيف على هذه المواقع بمختلف القذائف الهوزر ومدافع الهون من معسكر اللواء 22 ميكا في منطقة الجند وأيضاً من تبت سوفتيل وجبل أمال شرقي المدينة إذن تحدثت عن نطاق الجغرافي الذي تتمركز فيه الميليشيا عموماً لكن ماذا عن النطاق التماس الآن؟ أين تتمركز نقاط التماس بين الميليشيات والجيش الوطني؟ وكذلك ما هي المخاطر القادمة أو ما هي المعارك المستقبلية المتوقعة بالنسبة للجيش الآن؟ المواقع التي لازالت تتمركز فيها عناصر الميليشيات الانقلابية في الجهة الشرقية من المدينة هي مدرسة محمد علي عثمان وأيضاً في الأجزاء الأخيرة من معسكر التشريفات كون تبت السلال هذه تبت طل على معسكر التشريفات ولازالت تتمركز فيها عناصر الميليشيات الانقلابية الذين يقومون أيضاً بحماية العناصر التي تتمركز في مدرسة محمد علي عثمان أيضا فيما بعد القصر الجمهوري لا زالت تتمركز عناصر الميليشيات الإنقلابية وأيضا في جولة القصر ومعسكر الأمن المركزي والذي قامت قوات الجيش الوطني وصلت إلى أسواره عبر عمليتها العسكرية التي انطلقت اليوم أيضا طيران التحالف العربي بدوره شن غارات متعددة صباح هذا اليوم على تبة السلالة التي لا زالت تتمركز فيها مدفعية الميليشيات الإنقلابية أيضا المخاطر التي نتوقعها مستقبلا هو بتقدم قوات الجيش الوطني في الجهة الشرقية أكثر ما يعيق تقدم قوات الجيش الوطني هنا في الجهة الشرقية هو كثافة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الإنقلابية فيها الطرقات تحسبا لأي هجمات قد تقوم بها عناصر الميليشيات الإنقلابية أيضا دعني أشير إلى أنه بعد تحرير مبنى القصر الجمهوري من المرجح تضييق الخناق على عناصر الميليشيات الإنقلابية التي تتمركز في مدرسة محمد العثمان وفي الأجزاء الأخيرة من معسكر التشريفات وأيضا انتقال المعارك إلى معسكر الأمن المركزي وجولة القصر